هنا في مخيم الزعتار للاجئين بالأردن يحصل آلاف الأطفال والمقيمون فيه على معلومات حول أفضل الممارسات والسبل لمكافحة فيروس كورونا وهذه الحملة التي تنفذها منظمة أوكسفام بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تقوم على إجراء وقائي مهم في هذا المخيم والذي يعيش فيه حوالي 76 ألف لاجئ سوري المخيم الزعتار هو تقريبا ما يقارب فيه سكانه 76 ألف عدد طلاب عالي جدا في مناطق مزدحمة مثل المدارس فإحنا ارتقينا أنه ندخل المدارس ونبلش كأسلوب وقائي وإجراء وقائي أنه نعلم طلاب المدارس ونفس الوقت المعلمين نفهمهم على موضوع فيروس كورونا وأهمية غسيلة الأيدي تحديدا بهذا الفيروس وقديه ممكن أنت أنك تكون واقي نفسك وتشمل الحملة أنشطة لتوعية أطفال المدارس وتعلمهم كيف يغسلون أيديهم بشكل صحيح بالإضافة إلى إجراءات وممارسات أخرى هو أمشي أمشي بالحملة هو الأطفال لأن الأطفال هي أكثر شي عليها جمعة وعليها بختلطوا بطلعوا بره فالحمد لله سفادوا الأولاد كثير يعني صاروا بس يفوتوا على البيت غسلوا بس يطلعوا ويحافظوا حالهم كثير هم وباقي الأطفال وجرى تعليم وتدريب ما لا يقل عن سبعة ألاف لاجئ طوال أيام الحملة التي تعد الأولى من نوعها في هذا المخيم مخيم الزعتري ترجمة نانسي قنقر